انتي عندك بنتين وعندك شغلك البناء تغيرت فيك ايه? بعد اما خلفتي ايه اللي تغير فيك? تغير فيك حاجة? اكيد اولوياتي اختلفت ام بس انا بالطبع يعني انا وجوزي احنا نحب البيت ونحب العيلة ومش بتاعه صهر ويعني بنحب الانت في البيت لو حد يجي لنا فحياتنا كده ما اتغيرتش. اه بس طبعا بقى في كتير ببقاش عندي طاقة اعمل حاجات المفروض اعملها في الشغل. يعني زي سوشيال ميديا مسلا ما يشتقطن بقى كل يوم عادة اخد سالفي بقى. مش فيقلكم يا جماعة انا حاجات دي تفهى ايه ايه خلوني امثل انا عايز امثل. انا عايز امثل وعايز اعمل يعني عايز اعمل سينما حلوة اه بس مش دايما بتبقى متاحة فباقول لا انا مش هعمل حاجة غير لو انا مقتنع بيها قوي فانا هقعد في البيت مع الولادة هما اولا. اه بزيات مع مشكلة دليلة في ضعف السمع. اه بقيت برضو صارت بحس ان انا يعني لو معزومة في حتة ويعني اه مفروض اروح عشان لازم نتشاف عشان لازم يعني كل الحاجات دي مهمة برضو لانه بس لازم متواجد. صح. بس محس انه لأ انا فضل اقعد معها في سير اقول لها كتابين. فهمت? يعني قبل ما تنام. فده اكيد بيؤثر على في الاخر اه ادي انا متواجدة او ادي ايه ايه بقى انت يعفى سوشيال ميديا ادي ايه ناس بتتابعها اليوم من دول. جدا هي بس هي اصبحت دلوقتي من الحاجات المهمة قوي. بالزيادة شوية. بس انا في حاجة برضو كنت دايما بقولها انه سعب قوي النهار ده يبقى فيه حد آآ عامل شغل كتير جدا وقابلتي مخرجين كتير ومتعلمة قوي قوي جنب حد تاني لسه طالع اول امبارع عشان عنده بس مجرد اكتر منك فيبقى هو اهميته متساوية مع اهميتك. ده ما ينفعش. احنا اللي بنقعد نعلي الناس ونوتي الناس يعني ما ينفعش النهار ده احسب نجومية حد او وجود حد بس للاسف انا اكتشفت مؤخرا اكتشفت مؤخرا اولا حاجتينا عشان انا بجد ضائعة في الحاجاتي. اولا انه فيه ناس بتشتري فولورز عشان اه ده حقيقا ده. تاني حاجة اه انه دلوقتي بقى المنتجين بيبصوا مين عنده فولورز اكتر. بغض النظر بقى عن تمثيل عن الخبرة عن هو مناسب في الدور ولا لا. بعدين هو موضوع الفولورز انا فهم ان هو مهم في التسويق. يعني مثلا البرانز او حاجة كده ده منطقي. لانه طبعا البرانز عايزة اكسبوجر وكل ما احسن. ده لو بشتغل في الدعاية والاعلان. بس دلوقتي بقى الموضوع بيخش في السينما وفي التلفزيون. فبقيت بحس انه ساعات طب ممكن ده ما يبقاش انسب شخص للدور. ما بقى فالحسابات بقت مختلفة. الحسابات بقت مختلفة.